كما تم مواصلة تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع مليون ومائتي ألف وحدة سكنية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم الانتهاء من توصيل الغاز لما يزيد عن مائتي قرية وجال العمل على انتهاء من باقي الكرة كما تم زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط إلى حوالي خمسمائة ألف سيارة ومضعفة أعداد محطات التموين السيارات بالغاز لتصل إلى حوالي تسعمائة محطة وتعظيم للقيمة المضافة وإحلال الواردات تم تنفيذ عدة مشروعات للبيترو كيميائيات وجاري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى